نشرت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي الثلاثين من مارس تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا لسنة 2020 أكدت فيه الخارجية الأمريكية تورط حفتر في عمليات قتل تعسفي غير مشروع وعمليات تعذيب وإخفاء قصري وحول عدوان حفتر على العاصمة ترابلس أكدت الوزارة أن حفتر جند في هجومه الكثير من القصر وزج بهم في ساحات القتال دون أي سياسات واضحة لمنع ذلك كما أكدت الوزارة استعانة حفتر بمرتزقة شركة فاجنر الروسية في عدوانه على العاصمة الليبية حيث تم نشرهم في الخطوط الأمامية للقتال وأن القصف الروسي الموجه تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وفي سرد تحدث التقرير عن قيام مجموعات متحالفة مع حفتر بالاستلاء على البدينة وممارسة عمليات خطف واحتجاز للعديد من الأشخاص ولم يغفل التقرير جرائم ترهونة التي اقترفتها ميليشيات الكاني الموالية لحفتر مؤكداً تورط ميليشيات الكاني في عمليات اختطاف وإخفاء وحالات تعذيب لعدد من المدنيين من بينهم نساء كما أشار التقرير إلى مناخ الفلات من العقاب والفراغ الأمني في المنطقة الجنوبية قائلاً إنه أعاق جهود التحقيق في الانتهاكات تقرير الخارجية الأمريكية يأتي متزامناً مع تقرير آخر لموقع أفريكا أنتليجنز الفرنسي تحدث بدوره عن تدهور الأوضاع الأمنية في بانغازي لا سيما بعد اغتيال القياد في ميليشيات حفتر محمود الورفلي الموقع الفرنسي قال إن حفتر في مأزق وإن مقتل الورفلي المتهم باقتراف جرائم حرب لدى محكمة الجنيات الدولية ينذر بتوترات أمنية شديدة في بانغازي وإنما يسمى جيش حفتر قد يشهد حالة من الاضطراب والفوضى بسبب الانفلات الأمني في المدينة الموقع الاستخباراتي أكد أن الصعوبات التي يواجهها حفتر تقلق رعاته الأجانب المستائين من فشل هجومه على طرابلس وأن مصر الحليف الأساسي لحفتر تبحث عن مخرج سياسي ربما تحاول أن تلعب فيه بورقة عقيل صالح مرة أخرى وأمام هذه التقارير التي تؤكد تورط حفتر وميليشياته في مختلف الجرائم والانتهاكات وفشله العسكري والأمني يطرح التساؤل حول تغيرات المواقف الدولية من حفتر وعن إمكانية إيجاد بديل عنه واحتمالية تخلي الدول التي تقف وراءه عن الاستمرار في دعمه